السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والأخبار انا محمد حمودة ولو انت من الناس اللي بتعمل ميتنجز اونلاين او بتدي كورسات اونلاين فخليك معي عشان فيك ده هيعجبك جدا طبعا اغلبنا عارف برنامج زوم الخاص بالميتنجز طبعا زوم هو الاشهر في الميتنجز اونلاين او الكورسات اونلاين ولكن الفيسبوب بدأ يعمل حاجة تانية بديلة لي وهو الميسنجر روم الميسنجر روم هي حاجة بديلة بشكل بدائي مش هنقول بديلة بالنسبة 100% لانها مفهاش كل الخيارات الخاصة بزوم ولكن للناس اللي بتحبش تطلع برنا فيسبوك ده هيبقى اختيار مثال ليه تعالوا نتفرج نشوف ايه هو الميسنجر روم وازاي نستخدمه طيب عشان نفتح الميسنجر روم من على الديسكتوب اول حاجة بعملها بروح على ودوس جوين او create new room طيب العلامة دي هتلاقيها اول ما تفتح الميسنجر بتاعك واقوله هنا جوين اول حاجة هو هنا بيقولك اسم الروم طبعا هتبقى باسمك اول حاجة اسم الروم وتعال نقوله جوين هنا عدد الناس اللي فيها مفيش حد ان انت لسه بتcreate سامحون ان هقفل الكاميرا تعالوا بقى نشرح الوجه اللي قدامنا دي بمنتهى البساطة اول حاجة هنا بيديلك الشكل العام هنا بتاعتك هنا بيجيب لك الاعدادات بتاعتك الكاميرا فوق ايه هي الكاميرا اللي شغالة الميكروفون شغالة او لا لو انت عايز تطلع صوت او حاجة هيطلع الصوت من اين هنا بيطلعوا من ولا هيطلعهم طيب شوية اختصارات وهنا نقول له طيب نرجع تاني اللي هنا هنلاقي عندنا لو انا عايز اعمل علشان غيري يشوف الشاشة طبعا اول حاجة السكرين كلها لو كل السكرين اللي قدامك او لو انت فاتح اكتر من حاجة بيجيب لك السكرينز بتاعتها تختار بينهم او انك تختار جوة السكرين اللي انت فيها تابز معين يعني انا مثلا فاتح تلات اربعة تابات دلوقتي الروم نفسها اللي انا فيها وفاتح المسينجر اللي احنا كنا نسا مشغالينه اللي هو ورده وفاتح البيج بتاعتي وفاتح انا ممكن ابقى فاتح كزا حاجة وما باشزرهاش للناس انا مثلا هنهزر لحضراتكم او هزر للناس اللي معي على الروم زوم وحاولوا شير هيجب لي زوم بس وديل الناس شافع طيب النات بقى هتشترك معي ازاي اصلا هنعمل ستوب عايزين نعمل ستوب للشير ده او هنلاقي فوق كده ستوب للشير ستوب هنرجع تاني هنا او بعد كده عايز بقى اضيف الناس هنا عندي لو انا بخلص الميتنج بتاعتي كلها بادوس هنا واقفل او بضيف البيبول من هنا باخد اللينك ده وابعته لاي حد خليني ابعتوا الاكاونت تاني برضو تابعي ولكن هفتحه المرة دي من على الموبايل وهسجل لكم برضو شكل الشاشة من الموبايل هيبعمل ازاي واصيره قدامكم طيب انا هروح افتح دلوقتي من الموبايل واشوف الشكل برضو مع حضراتكم وهزهره لكم انا دلوقتي بفتح من الموبايل ادوس على اللينك هنا هو بيقول لي اقفل الكاميرا تقدر تقفل الكاميرا من البداية طبعا انا هقفل الكاميرا كالعادة عشان انا منكوش هنا هو بيقول لي تقدر تخش بالشكل بتاعك وان جاي يقول له اوكي هنا ظهر لي ان محمد حمودة دخل انا هقفل الصوت كده ظهر ان محمد حمودة دخل وزي ما حضراتكم شايفين انا اقدر برضو اشير بقى اللينك ده اشير اللينك مع اي حد تاني ولكن منعا ان اشير اللينك مع احد انا هنا ممكن اقفل اعمل لوك مفيش حد بعد الناس اللي لابعتهم يدر يخش روم لوك ظهرت على الناحية التانية هي يبقى كده الروم دي تقفلت علي انا والشخص اللي معي لو احنا اكتر من حد بحدد لهم وقت يا جماعة بعد كده انا هقفل الروم واقدر احزي في اي حد معي في الروم زيادة انا مش عايزه كده انا فتحت الروم ثاني بحيث ان اي حد يقدر يخش اللعيب بقى هنا في الموضوع ان اولا مفيش شات يعني محدش يقدر محدش يقدر يعمل شات احنا لازم كلنا نتكلم دي حاجة الحاجة التانية هو ان مفيش تسجيل مفيش سكرين ريكورد عكس زوم طبعا نقفل الصوت في الاثنين علشان التسجيل تعالوا نعمل شير ونشوف ايه اللي هيزر على الشاشة التانية زي ما قلنا احنا هنزهر التابة مثلا بتاعة زوم هنا كده المفروض كده ظهرت الناحية التانية هي زوم اي حاجة مثلا خليني يقلوا بصوا في بطء كمان بقى هنا ده برضو نقطة تانية في بطء شوية في المسنجر بشكل عام الموضوع ظريف لو انت مش عايز تخرج بره الفيسبوك وان العمل بتوعك كمان مسلا سهل ان هما يتعاملوا مع الفيسبوك بسهولة اه انا شايف ان الموضوع هيتطور قدام فخلينا نتابع هنا انا ممكن ابعط له ميسج لمحمد حمودة التاني ولكن بصوا وداني على الاكاونت برايفت بتاعي طبعا انا هقفل وكده نبقى خدنا فكرة سريعة جدا شكرا ليكم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب اتباع زرارة التنبيهات لو انت على قناة اليديو بسرام عليكم اشتركوا في القناة